السلام عليكم هل تجلبت هدية للمومتك في عيد الأم؟ لا هل تفضلي؟ سأقول لها كل سنة وهي طيبة خلصنا وقفنا الكاميرا؟ حسب عليها أنا حسب الكاميرا خفية هل موافق أنزيع؟ هيا بصراحة كاميرا خفية نحن كنا بنعمل في كمقلب كاميرا أيوة صحيح نحن نلعب مع الأمهات بمنسبة عيد الأم والتي تكسب معنا نوزع عليها خصومات وجواز من إكسبشن ماركت تكسبشن ماركت بقاله 25 سنة في مصر وأخيراً كار يفتح في التجمع الخامس ودينا فوتشور نوزع عليها لأمهات يلا بنشوف هذا الحوار ماذا أغرب هدية جاءت لك في عيد الأم؟ دابدوب دابدوب؟ كان لونه أزرق؟ أحمر؟ لا ده هو كان في البلانتين بس قوة لغبة عندما يخش عليها وقالوا لي إحنا هديتك بس كده يا ماما والله بس أنت عرف ماذا أغرب هدية جاءت لك في عيد الأم؟ أنا أنت؟ هو السنة اللي فاتت جاءت لك هدية في عيد الأم؟ هو كان خاتم من أولادي واو كان خاتم أي ألماز حر؟ لا 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 كان ذهب عادي ذهب عادي؟ ذهب عادي كل سنة وانت طيبة هابي مازر دي بقى والحاجات اللي هي لا ماشي الدنيا كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة بيحتفل بمناسبة عيد الأم وكده بيوزع عليهم جوايز ومدرشينه مفاجآت وعربات فراري ورحلات لباريس وكل حاجة بس يعني عايزين نلعب معاك لعبة لطيفة كده الأول ماشي نلعب طب يلا بينا جاهزة للمسابقة جاهزة يلا ايه ده؟ طماطم ده ايه؟ الله يعني شايف الدكت شيري تميت طماطم طماطم مش محتاجة المسابقة سهلة هي اه تمام ايه المسابقة سهلة هي حل? ايه 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 اه استنى ارنبيت ايه ايه انا لسو محكوة مسابقة سهلة اه ارنبيتة ارنبيتة او زهر مش بروكلي بروكلي انت هتنسيني ده انعيش عليه لا ده بتوع بضاية بتاني ايوة يعني انت بتوع تستخدمي بتاك ليه اسلا؟ عيش عليك بروكلي الله ايوه بقى لا ازلنا حبيب ايه ده خرشوف خرشوف لا مش اعرف فجل نبات ورقي جرجير هم ليه الامهات معهم مشاكل مع نباتات الورقية كسبرة نزوم نبقى ونزوم قوت ونعمل اللي احنا عايزين سبانخ 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 زي الفل لا هو ده مش الفجل ده مش الفجل برضه اللونه ابيض من جوه اه بانجر او شواندر ايوه صح والله بجد ده انا بحبه جدا ده ايه ده مخلل عادي نسيه عادي ده مش عايش عليه عادي اه ايوه استنى انا عرفيه ده ده برضو في المخلل مهلت هو بقى لفت ل لفت لفت خلق لفت يعطيك الف عافية لفت بس ايوه اوكي بسلة لا ايه ده فاصوليا خضرة ماشي الدق الدق فاصوليا خضر دقيقة قوي شطة شطة مش طفح يعني فاصوليا 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 يا الله سبحانه وخ RT or بقدونس بقدونس Ron partners لطيخ لا ما شاء الله عليك كوسبره بقدونس يا ايوه مبتعمليش محشة مبتمع ش مبتعمليش قوي ماشاء نتخش عشلة الماشي ايوه اه اخول بقدونس ايوه كوسبره لا كوزبرة احنا قلنا الاولاني بقدوني صار كوزبرة الاولاني كان بقدوني يبقى ده كوزبرة الفرساني التلاتة كوزبرة انتوا تفرقون ازاي ايه الحور ده انتوا حرفوا الفرق ازاي الخبرة باللون ايه التلاتة خضر سلق جرجير ده جرجير الحمد لله مشكلة الاوراق الوراقية تحلت ده ايه؟ طفاح ثانية واحدة بعد اذنك كده ملوخية ملوخية طب ممكن لحظة واحدة انا حسب كاميرا الحفاقية فضل ممكن انت بطل تقول طفاح ملوخية انت ليك في الملوخية ولا تبقى جانب المعشي ماما بتعملها ولا ليه في المعشي ولا الملوخية اما اللي عرفتي بيه؟ الاجابة الاخرية هتجاوبي هنستلم الجايزة انا مش هنجاوب مش هنستلم الجايز استجابني بقى على ما يخضروات بقى ده حرانكش؟ نا ده لنجل لسه مولود ولا ايه؟ اه جوستوتيب لا اه؟ طب بلبس النضارة طب ما ينفع ينفع ايه؟ اتزار بصديق ايه هم واحنا انا جرجي كباحي ايه ده؟ طب اسأهلة عليك هو من شلة المحشي حلو من شلة الخضروات المحشي تبقى اكمل كسبرة اكيد الكسبرة النشفة ديبتوا الاشفة لا ما شاء الله نبيع لا لا والله احنا انكسبت لنبعتك مش اكتر ما شاء الله لا مبروك سقف الماما مبروك كسبت معانا باوتشر بقيمة 200 جنيه باوتشر بقيمة 200 جنيه من اكسبشن ماركت صالح مدى الحياة مش مدى الحياة ده هو بكرا بكرا هتيجي بكرا ان شاء الله الكرفس بقى ده عيشة على الكرفس والبروكلي والله الف مبروك كسبت معانا يعني جايزت افضل ام في العالم واسكى ام في العالم واشتر ام في العالم فلاق يعني انت تستحق معانا اكبر جاق لحظة واحد سنة حلوة يا ماما سنة حلوة يا ماما سنة حلوة يا ماما سنة حلوة يا ماما هو قال ان انت بتحب الشوكولاتة مرحلة أم في العالم والله يعني طيب والله أزي أحلى هدايا فعلاً والله ربنا يخليك أنا دي أنا أعملها بإيدي بتحب الهند مي تراني أبكي تراني تأثرت عيني ماما كذبت معانا هدية 200 جنيب ومناسبة عيد الأم أنت فرحت أكثر منها اديها لها يا خديجة قولي له شكراً شكراً جداً لك والله موافق أنزيع أه هيا بصراحة ديك الكاميرا خفية احنا كنا بنعمل في كمقلب كاميرا ايوة صح خلق زمو عليك ومناسبة عيد الأم بيحتفل مع الأمهات ويعني كنا بنسأل الأمهات أسئلة وبتاع بس أنا أمه شفتك كده استغربت قلت ليه مفيش عيد أب احنا جات على دي احنا كلنا حالتنا بالبلغ يعني أنا حسيت مثلاً انه مفيش عيد أب عشان احنا مش بنيهتم انت مكنش مهتم تصار معايا أساساً دلوقتي عايزين نعمل اختبار كده نسبة للست المصرية ان احنا شطار بردوك احنا رجال احنا بنيهتم في كل حاجة كرنابيت كرنابيت ده بروكلي ما نفرقش عنكو أي حاجة اه اه فسولية فسولية نخش بقى عند النباتات الورقية نقلع النضارة هي دي ما مش عارف سبانخ 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 كده سبانخ كده اوه سبانخ ما كده دلوقتي يا كده ازاي اصلاً طوال عمر بقولها صغيرة كده احنا بنقولها على طول بقدونس شبت كسبرة مما يتنزع ببعض ما بطلق ببعض فيهم جرجير ما شاء الله اول راجل ما بيغلطش في النباتات الورقية دي ملوخية كنت عارف الحاجات دي ازاي انا اللي بنزل واشتري سنة حلوة يا احلى اب في العبوسة المكتوب عليها ماثر داي بس ماشي التالي احلى اب في العالم الاب المثالي ده فوتشورز مننا كده بس ده فوتشور واحد يعني بكمية 200 جنيه في اكسبشن ماركت هتبقى شبت وبقدونس هتعمل هتعمل انت عايزة اوة بتاعتك ايه تعالب اي حاجة انت خصت راح عكي لا مش ده امه ليه الله انت بتلع انا عفوضة ببصت عنا يا باشي اخد اللي انت عايزة اي اخدها يا فنان الف مبروك عليك يا فنان ما تحسبش عليها اه لا في الجيب خلاص يا فنان مع السلام في رعاية اللي خلصنا بقى وقفنا الكاميرا حسب عليها بقى لحمة سلام عليكم الاخبار لو سمحتك كنت عايزة اعرف ايه احسن حتة لحمة تتحط على الشوية اللي بتحط عليها بربكيو دي ممكن ناخد حطة التركوت الايه انتركوت انتركوت ده يتشيوي ده يتشيوي يودي معايا ده تحفل لحمة 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 يعني عندكو لحمة ايه تاني عندنا لحمة اكولوطة عندنا مبتيك عندنا وش فغدة يا اما انت بتختاري الحاجات الصعبة ليه وايه وش الفغدة دي وش الفغدة دي اللي بتعمل منها وش فغدة اه اوزن لي بقى 2 كيلو وش فغدة بس بقولك ايه عايز الوش طب ايه ايه حدث اللحمة الغريبة دي دي حدث اللحمة السمانة دي لحمة بلدي مرعة طبيعية دي من مزارعنا احنا من مزارعكو انتو بتزرعو احنا بنعمل دي عندنا مزرعة كده اه اوك مزرعة بقر مزرعة بقر ده انتاج الشركة نفسها يعني بيجيبش استراض من بره ولا حاجة انتو اللي بتزرعو البقر وبيطرح بتجيبو بقى وش الفغدة جمج جدا والله يعطيكو الف عاف لا لا شكرا يعني وش الفغدة بقولك في كيلو لحمة بمتين جنيه عايزين كيلو طب عليكم الاخبار عندوكو جبن طب ما عايزين ندوق كده اي حاجة ايه عندوكو جبن انتاج مصانعكو دي اي دي بقى دي اي دي بقى ديات صرات الجبنة قريش صلات الجبنة قريش جENTE قلت ج البقى ه Organized عندها طلب البركة حلوة مزارعكو دي ها في مزايبش دي ايه تب؟ ملح كفيف الربيع بلح كفيف الربيع ملح خفيف انا ب Và in Ruth مكا الترش بريكفورد اي ويدًا برد جانبي وكر بقى صالح صالح وصالح 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 موسيقى وبكده يكون الفيديو خلص فشوك الفيديو بجاي هب هب